بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعض ما زلنا مع سماحة الشريعة الإسلامية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فاقبلوا تيسير الله لكم واعلموا أن الشريعة الإسلامية جاءت لمراعاة مصالح الناس فهي لا تتعارض أبدا مع مصالح الناس وهنا قال فقهاؤنا الأجلاء من أفت الناس بمجرد المنقول فقد أضر بمصالح الناس أي وقف عند ظاهر النص القرآن أو النبوي لأن النص له منطوق ومفهوم ومقدر في النص ولا يعرف هذا الكلام إلا الفقهاء والنص له قراء وأحوال وله أسباب يجب مراعاة هذه الأمور من أفت الناس بمجرد المنقول فقد أضر بمصالحهم وهذه الفتوى هي صناعة صنعة ولذلك قال العلماء صناعة الفتوى لماذا؟ لأنك لو سألتني سؤالاً الآن أنا بحاجة إلى تصور المسألة سؤالك كذا أن أسألك هل تسأل عن كذا؟ أحوال السؤال أسباب السؤال لماذا تسأل؟ ما الذي وصلت إليه من خلال هذا السؤال؟ تصور المسألة قبل الفتوى ثم التكييف أن تكيف السؤال ثم التنزيل أن تسقطه على الواقع حتى لا يتصادم ولا يتعارض مع واقع الناس ولذلك أحسن العلماء في قولهم صناعة الفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك من خلال أنه راعى الواقع الثقافي للناس وذكرنا قبل ذلك مثال الأعرابي الذي قضى حاجته في المسجد وأنه صلى الله عليه وسلم راعى الواقع النفسي للناس نفسية الناس نفسية المخاطبين أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المقابر ووجد امرأة تبكي فقال لها اتق الله واصبري وهي تبكي على فراق ولدها فقالت له إليك عني ابتعد عني فإنك لم تصب مصيبتي وهي لا تعلم أنه رسول الله فلما قال لها الناس إنه رسول الله ذهبت إليه لتعتذراء فماذا قال لها رسول الله لم يعنفها ولم يعاتبها ولكنه قال لها جملة في غاية الأهمية قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى عند سماع الخبر المحزن الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وهنا رسول الله لم يعاتبها لماذا راعى حالها إنسانة فقدت ولدها وهي تبكي حزنا على فراق ولدها فلم يعنفها ولم يعاتبها فراعى واقعها النفسي ثم إنه صلى الله عليه وسلم راعى الواقع الاجتماعي كيف ذلك؟ لو وجدت إنسانا كبيرا في قومه لا تتعرض له بالإهانة بين قومه وبين أبناء وطنه وبلده احترم الناس أنزل الناس منازلهم كان الأنصار يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء سيدهم كبيرهم سعد بن معاز فماذا قال رسول الله؟ قال لهم قوموا إلى سيدكم استقبلوه هذا أولى بكم هو كبيركم قوموا فاستقبلوه ربما استحيى الأنصار أن يقوموا لاستقبال كبيرهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له وإنك لعلى خلق عظيم أنزل الناس منازلهم وقال للأنصار بدون خجل وبدون حياء قوموا فاستقبلوا سيدكم وقف بعض العلماء وقالوا إن سعد بن معاز كان مريضا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا ليأخذوا بيده لا رسول الله أرقى من ذلك وأعلى من ذلك رسول الله ينزل الناس منازلهم ثم إنه صلى الله عليه وسلم راعى الواقع السياسي للدول أراد أن يخاطب ملوك الأعاجم قالوا له يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً إن لم يكن الكتاب مختوماً فلن يقرؤوا فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتماً محمد رسول الله محمد من أسفل رسول الله فوقها الله فوق الجميع تأدباً مع الله سبحانه وتعالى اتخذ خاتماً ليراعي حال الناس وحتى لا يصطدم مع أعراف الدول الأخرى اتخذ صلى الله عليه وسلم خاتماً نقشه محمد رسول الله اللهم فهمنا في دينك وفقهنا يا رب العالمين واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته